السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله سنرى الفنكشنز نتفكروهم ونرى معهم الارو فنكشنز اللي هما الفنكشن فلشي نبدأ على بركة الله كيف ديما عندي واحد تسكريب جي اس نقرر هنا نضع الارت اوكي اهاي الارت اوكي طلعت لي في لايف سيرفر لذلك هنا ما سنقرره سنقرر واحد لها فنكشن سهلة نقرر واحدة الفنكشن مثلا نسميها SOM نعطيها A و B وهي الارتور لها A plus B إذا أريد أن نعيط لها نعيط لها بهذه الطريقة نسمي لي الفنكشن ونعطي لي دو فالغ مثلا نعطيها جوجو ثلاثة صحيح؟ وهنا نقدر نضع document load write نرجع هنا للغة خمسة صحيح؟ هذه هما الفنكشن التي يوجد في PHP في أي لانجاج Javascript أغلبية لانجاج نفس Syntax تكتبت قليلا تستطيع أن تقوم بعمل أو تقوم بعمل شيئا هذه هما الفنكشن نعطيها ونعطيها ونعطينا Unvalor سأقول لكم ما هي الفنكشن فلشي؟ و لماذا تصلح؟ الفنكشن فلشي هي فنكشن بحالة التي كتبنا بحالة نفس الدور عندنا ولكن الفنكشن فلشي تكتب في استرواحة وكنت تكتب بطريقة سهلة يعني بحالة نقوله اختصار صحيح؟ نختصر الكتابة بطريقة بحالة ولوغة زلتك يبقى لهمين كيف ورعتكم المرة التي فاتت؟ نستطيع هذه نكتبها بطريقة أخرى نستطيع مثلا نضع const sum تساوي function ونعطيها a b ونضع a b صحيح؟ يعني هذه الكتابة الأولى نسابها صحيح؟ ما نقوم بحالة ان شاء الله حتى هذه الكتابة زوينة حتى هي زوينة وسأعطيني المهم برزولته إلى عدة لا صحيح؟ زوينة لا تضيعها لا تقوم بشكل كثير وبشكل كثير هذا ندخل ال arrow function ال arrow function هنا نستطيع نستطيع اسمية نسمى مثلا sum بحالة كيف سنقوم بحالة ال arrow function بحالة 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 a بحالة 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 الـ التي تحتوي بحالة 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 نقدروا بها كل شيء في أسطر واحد ولا نسطر ولاحظوا معي كيف أجدتنا من هنا إلى هنا هنا في حالة كون كان عندي بارامتر واحد مثلا كون كان عندي غير أب واحدة يعني ما عندي شوش للبارامتر نقدر نحيط الأقواص نخدم مثل ندير مثلا const display اسمي display ونعطيها مثلا غير واحد الأق أو نكتب age ونعطيها age هذه الفنكشون لدينا نحاول أن ندير display ونعطيها هنا وخمسة عشر ماذا نتسته اكتواليزي هذا يخرج لها خمسة عشر كما يكون عندي بارامتر واحد نقدر نحيط الأقواص حيطناهم ولا خليناهم على نفس الحاجة الذي أريد أن يدير شيء يدير أغلبية صراحة سيخليهم لأنه لا يكونوا يعرفون هذه القادية الذي يبقى غير فاكلتاتي الذي يريد أن يديرهم الذي لا يريد أن يديرهم الذي لا يريد أن يدير حيطنا هنا وليس أعطينا أيضا وليس أعطينا أيضا وعيطنا ما سيقعه؟ أعطي على Undefined هذه هي Lavalogue لديه لذلك لا أعطيها إذا أريد أن أعطيه ماذا سنفعل؟ سنجد هنا أول شيء وليس أريد أن أعطيكم جيدا نحاول أن نعمل على هذا الصام سنعطي للصام أعطيني Not Number حتى أجدت Undefined أعطيني Not Number يعني أنها لا يمكن إذا أعطيتها جوج سأعطينا ربحة هنا ماذا سنفعل؟ إذا أريد أن أعطيها Una Value Per Default سأعطينا هنا سأعطينا مع Arrow Functions صحيح لفنكشون فلاشي تعلمنا أن نصيبها همار صحيح هذا يمكن أن أعطينا البرنسيب آخر المهم وهو Default Values صحيح The Values Per Default كيف سنفعل؟ في الفنكشون التي كنت أعطيها قبل كنت أعطيها تساوي هنا نستطيع مثلا أعطيها 0 وهذه أعطيها تساوي 0 نفس الشيء هنا نستطيع أن أعطيها تساوي 0 وهذه أعطيها تساوي 0 يعني هذه هي Values Per Def لا أعطينا سأعطيها 0 إذا أعطيها Values Per Def 1 لا أعطيها سأعطيها صحيح هذا هو ما هو Values Per Def في الإكماسكريبت أو في جواسكريبت إذا أريد أن أعطيها هنا إذا ألاحظنا سأعطيها تساوي 15 ماذا سأعطيها نستطيع أن أعطيها نستطيع أن أعطيها نستطيع أن أعطيها لا أعطيها لذلك ما سأعطيها نزيد الأقواص سأعطيها سأعطيها سأتمنى أن تكون واضحة يعني إذا كان لدي نستطيع أن أعطيها نستطيع أن أعطيها لكن إذا كان لدي Invalues Per Default مالذي سأعطيها 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 نقوم بها نتعطيها نتعطيها نقوم بـ أعطيها The Sum Per Default لا يوجد مشكلة سأعطيها مثلا ندعها فنكسون التي تقوم بها ثلاثة 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 الأرقام نسميها مثلا أعطيها ثلاثة الأرقام ثلاثة 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 الثلاثة ثلاثة 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 إذا أردت نقوم بـ فنكسون ثلاثة قد تعلم الداول ومن soon ندخل بخانسة كثيراً كثيراً وهو اسمه REST PARAMETRES سننخدمه بالبرامتر إعطاء الإستيليزاتور ونأخذه بالبرامتر الذي يريد أن ندوزه وندوزه لا يوجد مشكلة نقدر نسميه هنا الصن REST إذا أريد أن تنظر هذا REST نقدر نسميه صن وهنا نقوم بـ 3 points 3 points نقوم بعمل هذا REST PARAMETR 3 points ونعطيها مثلاً هنا NUMBERS نسميها NUMBERS ونسميها اللي يريد وهنا نقدر ندرد الزاقولات ونأفشي NUMBERS ههما اللي عطيت هنا 1 جوج 3 4 وهذه نسميها الصن REST اكتواليزي طلعت لي هنا هي 1 جوج 3 4 يعني قدرنا نقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك كامل إذا أضعنا 5 هذه أضعت لي 5 هذا هو REST PARAMETR أي شيء أعطيها لتعطيه سأخذها من عنده سأضع هنا في NUMBERS سأخذها نكمله ونقوم بإمكانك كامل سأخذها نقوم بإمكانك كامل ونقوم بإمكانك كامل نقوم بإمكانك كامل ونقوم بإمكانك كامل بالنمبرز ضد الآن نخدم ذلك الشيء الانسان و هنا نضع واحد اي بلس بلس و هنا كل مرة نافح شيء نافح شيء نحاول نكتب شيء حاجة اللي غادي يفهمها كل شيء نافح شيء كيف ما هم هنا كل مرة لدينا الفالور يعني نمبرز ضد اي نقدر مثلا نضع واحد لات ان تساوي و نعطيها صافة و هنا نضع اشتبلكم بزين اكتوالي زين اي تسعطني واحد جوش لسة ربعة خمسة الفالور اللي اعطيتها اذا اعطيتها مثلا هنا في الول تسعين اذا سعطني تسعين واحد جوش لسة ربعة خمسة نقدر هنا نضع واحد نسمى مثلا الصوم تساوي زائرة نبدوها بالزائرة و هنا نضع الصوم صوم بلوس بلوس و هنا يرتورني الصوم اذا سنتظر نظر اذا اعطيتها جوش ارقان تسعود واحد و هنا سعطني مياه اذا اي رقم نريد ان نزيد و ندخلوه لفونكسون تبقى لفونكسون خدام هذا نستطيع ان نعودها بلوس اقر تبقى لفونكسون 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 وتعلمنا هذا نتجد ان شاء الله لفونكسون بإذن الله